بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إسرف الأنبياء وسيد المصلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي أصدقائي طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر حياكم الله في لقاء متجدد مستمر على مادة اللغة العربية في مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثاني معكم المعلم علي بن محمد الأحمري أحبتي بارك الله فيكم سيكون لدينا اليوم ضيف جديد وحرف جديد من حروف اللغة العربية ومن حروف الوحدة الثالثة وحدة مدينتي كما تعلمون يا أحبتي في الدروس الماضية كان معنا الضيف والحرف ما هو نعم حرف الك كنا قد بدأنا في دروسه بدراسة الجانب النظري للحرف شكل الحرف أصوات الحرف قراءة الحرف ثم انتقلنا إلى الجانب المهاري والكتابي ثم عدنا مرة أخرى واختتمنا دلسنا بقراءة نص يضم كلمات متعددة وكلمات فيها الحرف كع وصلنا يا أحبتي إلى حرف جديد كما تعلمون من الحروف العربية هذا الحرف مثل إخوته الذين سبق أن أخذناهم في هذا الفصل الدراسي له شكلان مختلفان هذا الحرف له شكلان مختلفان شكل يأتي في أول وأثناء الكلمة وشكل يأتي في آخر الكلمة هذا الحرف يتميز بأنه حرف عملاق طويل يرتفع عاليا كأخيه وشبيه الذي أخذناه في السابق حرف الكع أما الحرف اليوم لدينا هو حرف جديد أنتم من سينطق اسمه أنتم من سينطق صوت هذا الحرف بعد رؤيته على شاشة العرض فأهلا وسهلا بكم إذن الصف الأول التعليم المستمر الفصل الدراسي الثاني المادة لغتي وموضوع الدرس هذا هو شكل الحرف الذي نحن في ضيافته حرف ماذا؟ أحسنتم إنه حرف لأ حرف اللأ ويسمى باللام حرف اللام حرف اللأ هذا هو شكله يا أحبتي يتميز هذا الحرف أنه ينتشر كثيرا جدا في الكلمات العربية ينتشر بشكل كبير جدا فنلاحظ يا أحبتي هنا لو أردنا أن نستعرض فقط تواجد الحرف لا في هذه الصفحة أين يتواجد؟ دعونا نحدد سريعا لاحظوا الحرف لا هنا لاحظوا هنا كذلك هنا أيضا هنا نحن لازمنا في الصف في السطر الأول لاحظوا حرف اللأ هنا حرف اللأ لاحظوا لاحظتم؟ فقط في سطر واحد لدينا أكثر من ثمانية حروف تسعة أحرف لاحظناها فقط في سطر واحد للحرف لا فهذا هو يا أحبتي حرف لا أحد حروف الوحدة الثانية الثالثة فأهلا وسهلا بكم طبعا يا أحبتي هذا هو كتابنا كتاب لغتي من المهم تواجده معكم الآن لكي نبدأ في درسنا وحرفنا الجديد إذن هذا الكتاب كتاب يضم الفصول الدراسية الثلاثة فهو بالتأكيد كتاب ممتلئ وكثير الصفحات كما يظهر أمامكم يا أحبتي منذ بداية هذا الفصل الدراسي كنا قد بدأنا من صفحة 148 كما يظهر أمامكم كنا قد بدأنا من هذه الصفحة 148 في التقويم التشخيصي كما تذكرون والآن يا أحبتي وصلنا إلى الحرف لا من حروف هذه الوحدة وهو الحرف قبل الأخير من حروف هذه الوحدة كما يظهر أمامكم هذا الحرف يتواجد في صفحة رقم كم مكتوب أمامه أحسنتم نعم إنه بصفحة رقم 200 صفحة رقم 200 إذن بسم الله الرحمن الرحيم شعار وصورة الوحدة الثالثة وحدة مدينتي وهذا هو يا أحبتي نفتع على الصفحة المطلوبة درسنا وحرفنا الحرف اللا بارك الله فيكم يا أحبتي كالمعتاد أخبركم أن هذا هو الدرس الثامن والحرف الثامن من حروف هذه الوحدة كذلك لاحظوا شكل الحرف كيف يكتب عملاق حرف عالي لو قرناه بالفا أو الراء أو الحاء لاحظوا أنه يرتفع عاليا وكذلك لاحظوا هنا ينزل قليلا ثم يصعد لاحظوا بارك الله فيكم رابط الدرس الرقمي تستطيعون مسح هذا الرابط بالتصوير بجوالكم جهاز الجوال وتسليط الكاميرا على هذا الرمز وينقلكم مباشرة على موقع عين الإثرائية لمشاهدة هذا وحضور هذا الدرس إذن لاحظوا يا حبتي كيف يكتب الحرف لا لاحظوا بارك الله فيكم البداية تكون من هنا من الأعلى ننزل إلى أن نصل إلى السطر ثم ماذا يحدث ننزل قليلا ثم نصعد ورسمنا خطا لكان الخط من هنا لاحظوا الحرف لا حرف عالي جدا وينزل أسفل السطر في نهاية الكلمة ثم يصعد قبل أن نبدأ يا حبتي في الصور التي أمامكم أريد منكم يا حبتي أن تبحثوا عن كلمات أتى فيها الحرف لا ابحثوا عن كلمات يأتي في أولها صوت لا ابحثوا هيا بنا سريعا يمين ويسار ابحثوا ثم أعطوني كلمات ما هذه الكلمات؟ نبات حيوان جماد أحسنت بارك الله فيك ليمون ليمون نبات فاكهة بحرف لا ليمون لا ليمون رائع أخرى كلمة أخرى أحسنت بارك الله فيك لعبة لعبة كلمة بدأت بصوت لا ولكن بحركة مغايرة ل لعبة رائع بارك الله فيك نعم هناك الأديد من الكلمات التي تضم الحرف لا ولكن قبل هذا كالمعتاد نبدأ بالنشاط الأول الذي يمر علينا دائما في دروسنا ألا وهو ألاحظ ثم أتحدث أريد منكم أن تلاحظوا هذه الصور خلال دقيقة واحدة تأملوها لاحظوا الصورة الأولى الثانية تأملوا أولاً الشخصيات المكان وماذا يحدث في كل صورة ثم حاولوا أن تتحدثوا عن هذه الصور دقيقة ثم نعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للملاحظة والتحدث الآن هيا بنا نستعرض ونلاحظ الصورة الأولى ماذا نلاحظ فواز شخصية هي فواز أين يتواجد فواز بالنظر إلى الأدوات المتواجدة بجوار فواز فهو يتواجد في دورة المياه جلكم الله لماذا نلاحظ أنه عند هذه المغسلة ماذا يفعل يغسل يديه رائعون وأمامه ماذا مرآه نلاحظ أنه كاس صورة ووجه فواز فيها إذن فواز يغسل يديه في دورة المياه الصورة الثانية الشخصيات أحسنتم أحسنتم الأب الأم ومن هذا الذي نرى يجلس لا نرى وجهه من شعره نعرف أنه مباشرة أنه فواز ومن أيضا مقابل نام إنها أخته نورة ماذا يفعلون أين يتواجدون أحسنتم في صالة الطعام أو في يجلسون على طاولة الطعام يتناولون الطعام كما هو واضح أمامكم على الطاولة أطباق وأطباق الطعام والمشروبات ونلاحظ أنهم أن الأب يشير إلى ماذا يشير إلى مقعد فارق ربما أنه يسأل عن شخص من هذا الشخص ربما الذي الناقص في هذه الصورة ما برأيكم من هو الشخص الناقص أحسنتم إنه ياسر بالتأكيد أفراد العسرة ينقصهم ياسر فبالتأكيد أن الأب هنا ربما يسأل عن ياسر أين هو أين يتواجد هل هل هو متواجد أم لا إذن هذا يا حبتي ما نفعله عادة أن نحاول أن نتحدث عن محتوى الصورة وعما نراه في الصورة بسرد قصصي الآن يا حبتي ننتقل إلى الصفحة مائتين وواحد مائتين وواحد الصفحة التالية يا حبتي ألاحظ ثم أقرأ الكلمات إذن هنا يا حبتي نلاحظ الصور والكلمات أسفلها هيا يا حبتي دقيقة واحدة أرى أنها جدا كافية للملاحظة والقراءة هيا بنا يا حبتي فكروا جيدا الصورة الأولى التي تظهر فيها هذه الفاكهة الصفراء ما هو مكتوب في الأسفل ليمون نعم ليمون ليمون رائعون الصورة الثانية ما هذه الكلمة يغسل 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 أحسنتم بارك الله فيكم إذن لاحظتم يا حبتي لدينا في هذا النشاط تحديدا أننا لاحظنا الصور من خلال رؤيتنا للصورة عرفنا أن هذه الفاكهة هي ليمون فمباشرة وليمون فيها حرف لا فيها صوت لا لذلك بالتأكيد أن الكلمة التي في الأسفل هي ليمون الصورة الثانية نفس الطريقة لاحظنا يد وماء وصنبور يخرج منه الماء وعملية غسيل يغسل فالكلمة هنا هي يغسل 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 كذلك يا حبتي كما تلاحظون بارك الله فيكم شكل الحرف لا نتأمل يا حبتي شكل الحرف لا في كلتا الكلمتين لاحظوا يا حبتي لو رسمنا خطا لاحظوا كيف موقع الحرف لا في كلمة ليمون هل نزل أسفل الصدر؟ لم ينزل ولكنه كالعادة مرتفع عاليا عن بقية الأحرف لاحظوا حرف الياء والميم والواو والنون كلها أحرف نازلة تنزل عن مستوى حرف اللام فهو حرف عالي يرتفع عاليا ولكنه في أول الكلمة نلاحظ أنه لا ينزل إطلاقا ننظر للكلمة الثانية يغسل لو نعصمنا خطا ماذا نلاحظ؟ حرف لا في آخر الكلمة ماذا نلاحظ؟ أحسنتم أنه نزل عن مستوى الصدر ثم صعد مرة أخرى وكذلك يا حبتي الأمر الآخر والأساسي الذي دائما نكرره أن الحرف لا حرف أملاق حرف طويل فنلاحظ أن طوله يختلف عن حرف السين وحرف الغين وحرف الياء نلاحظ ارتفاع حرف اللام ارتفاع عالي حسنا بعد أن لاحظنا شكل حرف اللاء في كل تلكلمتين الآن أريدكم أن تلاحظوا حركة الحرف لا في الكلمة ليمون الحركة هنا ما هي؟ فتحة فقلنا عند نطق ليمون لا 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 ليمون هذا هو صوت اللام بحركة الفتحة لا لا صوت اللام بحركة الضمة نقول ماذا؟ يغسل لو 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 يغسل بارك الله فيكم يا حبتي شكرا لكم تعرفنا على كلمتين يغسل وليمون وتعرفنا أيضا على حركتين حركة الفتحة لا ليمون وحركة الضمة يغسل لو وتعرفنا يا حبتي على شكلين مهمين شكل لا في أول واثناء الكلمة لا يزل أسفل السطح إطلاقا وشكل لا في آخر الكلمة ينزل ثم يصعد أتقيكم في الدنس القادم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة